وعليكم السلام نحو آفاق جديدة وشاملة في تطوير العلاقات بين تركيا والإمارات يتجه مسار التواصل بين الجانبين منذ أشهر وتعزيز التعاون بين أنقرة وأبوظبي في ملفات كثيرة كان محور المحادثات لوزير الخارجية الإبراتي الشيخ عبد الله بن زايد مع نظيره التركي في مدينة إسطنبول لدينا علاقات أخوية وثقافية تاريخية وإرادة متبادلة لتحسين وتطوير العلاقات الثنائية ومنذ العام الماضي خطونا خطوات متسارعة ومهمة جدا في هذا الإطار اليوم بحثنا سبل تطوير علاقاتنا في مجالات التجارة والتكنولوجيا والمالية والمواصلات والطاقة ومجالات أخرى كثيرة لابد أن أشيد بارتفاع حجم التجارة بين البلدين اللي وصلت إلى خمسين مليار درهم حقت زيادة بنسبة 82% فقط في سنتين هذه الزيادة ليس فقط مشجعة ولكن أيضا أتت بسبب الإرادة والعمل الدؤوب التي تقوم به حكومة تركيا وحكومة الإمارات لنعاش هذا التبادل الملفات الإقليمية والدولية هي أيضا ضمن محاور النقاش والتعاون بين الجانبين بعد فتح صفحة جديدة في العلاقات رغم وجود اختلافات في وجهة النظر حيال بعض القضايا في الأشهر الماضية وقع الجانبان التركي والإماراتي عددا كبيرا من الاتفاقيات في مختلف المجالات من الاقتصاد والتجارة مرورا بالتعاون بين البنوك المركزية ووصولا حتى لقطاع الصناعات الدفاعية مراقبون رأوا بأن البلدين قد انتقلوا لمرحلة جديدة محورها البحث عن النقاط المشتركة التي يمكن التعاون فيها لتحقيق المنفعة المتبادلة انطلاقا من الحفاظ على مصالح البلدين زيارة وزير خارجية الإماراتي إلى تركيا أظن لديها كثير من الرسائل وتبعات مهمة جدا العلاقات الثنائية بين البلدين أيضا أظن أن الإمارات أيضا تقود ما يسمى بعملية إعادة مسار العلاقات بشكل صحيح بين تركيا ودول الإقليم معروفة هذه هي الدول وأيضا تقوم أيضا بعلاقات دبلوماسية لأظن لاستقرار المنطقة أكثر وهذه الزيارة بهمة جدا لأنها أيضا ترتبط بمسألة الطاقة التي هي الآن حديث الكل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتتجه الأنظار في تركيا والإمارات من جهة وفي المنطقة من جهة أخرى للخطوات القادمة في مسار تطور العلاقات التركية الإماراتية ولتأثيرها وانعكاساتها على مختلف الملفات على مصبحات الغد إسطنبول